نتواجد الآن في مبنى صحيفة الجمهورية وسط مدينة تعز بعد أن أحالته الميليشيات الانقلابية إلى دمار في هذا المكان كانت مؤسسة صحيفة الجمهورية تمارس مهامها كمثيلاتها من الصحف الرسمية المعنية بإطلاع المواطن اليمني على مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد لتصبح اليوم خاوية على عروشها بفعل خطة التدمير الممنهج الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية لكل المؤسسات الصحفية ما يزيد عن 250 موظفا فقد وظائفهم بعد أن توقفت هذه المؤسسة وتدمرت بشكل كامل آلات الطباعة وأجهزة أخرى تقدر بمليارات الريالات نهبت بشكل كامل ما يجعل استئناف العمل هنا يبدو صعبا ومعقدة تلخص مشاهد الخراب والدمار جزءا مما تتعرض له الصحافة اليمنية جراء الممارسات التدميرية لميليشيا الحوثي وصالح التي مارست مختلف صنوف الجرائم بحق الصحفيين والصحافة لتمر ذكر الصحافة اليمنية ناقصة وحزنة بفعل انقلاب الميليشيات ضد كل شيء حمزة أمين قناة بالقيس من مبنى صحيفة الجمهورية وسط مدينة التعين ترجمة نانسي قنقر